مرحبا معكم كارمي شماس اليوم بنا نحكي عن التانين ستة ايار مايو الامر اليوم موجود ببرش الحمل الناري حتى منتصف ليل تانين وثالاتة الاجواء اليوم بعتبرها جيدة للابراج الناري موالي برش الحمل للأساد القوس بالدرجة تانية الجوزة وايضا موالي برش قدلو كيف بدي يكون انهارنا بمطلع الاسبوع وقبل ما ابدأ الابراج الاسبوعية موجودة من يوم السبت موجودة على الشانل اليوتيوب تدروا تسمعوا برشكم وتعرفوا اوقاتكم كيفية برش الحمل ومع وجود الامر ببرشكم نهار اكثر من ممتاز لكن بدكن تنتبهوا من طاقات كوكب المريغي اللي كمان عم بيتنقل ببرشكم اذا الجرأة اللي عنكن اياها كتير مهمة بتساعدكن تتقدمو لكن ضلكم حذرين بهالانفعال والتسرع ما بيفيدكن 25-26 ادار مارس كونو حذرين بالنسبة لبرش الثور يوم بطيء بتهدى فيه الامور لكن هذا الهدوء جيد جدا هذا الهدوء هو قبل الانشراح والانفتاح والمفاجآت السارة مواليد ببرش الثور خدوا الامور بهدوء معلش عادوا على جنب رأبوا بكل هدوء ورواء بانتظار التغيير الممتاز منتصف ليل تنين والتالتة مع وصول امر لبرشكم اذا نظلكم حذرين خاصة 14-15 ايار مايو برش الشوزاء يوم نشيط يوم سعيد اكيد افضل من التالتة والاربعة يلي ما سمع بعد برش الأسبوع يدخل ويسمعوا عندي على القناة اليوتيوب اليوم النهار في سرعة في نوع من مبادرات حلوة معكن منكن لحالكن الامور بتساندكن بتساعدكن لكن انتو مطلوب منكن تساعدوا حالكن ايضا 23-24 ايار مايو بتظل الاوفر حظا برج السرطان وجود الامر في برج الحمل هو بمثابة تحدي لالكن في عنكن ضغط وهذا الضغط اللي علاقة بمسائل عائلية بمسائل شخصية يمكن او باحد الوالدين او شاء من هذا القبيل يعني في عنكن ضغوط بتكون تمشوا فيها بكل هدوء ورواء ما تحطوا الامور كلها فوق بعضها هيكي موالي برج السرطان تكونوا مرتحين اكتر برج الاسد استفيدوا جدا من تأثيرات الامر وكوكب المريخ من برج الحمل انتو بحاجة لكل لحظة حلوة في هذا الاسبوع ويوم الاثنين هو يوم جيد جدا بالنسبة لالكن بدل الربح يمكن يكون فيه ربحين كلكم فيكن تكونوا محظوصين اليوم بشكل خاص العشرية تالتي منروح لبرج العذراء يلي بانتظاروا اليوم تحديد بعض النقاط ترتيب بعض النقاط وحل حالات خلافات ضروري جدا تتعاملوا مع الامور بواقعية بمنطقية وابطمن لكم بالكن انه منتصف ليل تانين وثالاتة رح تبلشوا تحسوا بيتحسن نفسي معنوي او حتى صحي فما تعتلوهم منروح لبرش الميزان معاكست الامر لالكن مع كوكب المريخ بيسبب شوي الضغوط وانفعالات بدل تكونوا حذرين اليوم ابطمن لكم انه بس لما يقطع الامر ويروح لبرش الثور رح ترتاحوا عند منتصف الليل من هلأ الوقت حافظوا على هدوء عصابكن ومش بس حافظوا على هدوء عصابكن كمانا مطلوب منكم تتعاملوا مع الامور بمنطق لحتى يمرق هذا اليوم بكل هدوء الطاقة الكبيرة الموجودة خليت ساعدكم لتخلصوا اعمال شوي صعبة لكن بكل هدوء ورواء العقرب اليوم النهار ما بيخلص طويل جدا الامر وجوده في البيت السادس بيعزبكم ندفي لانه بيضغط عليكم ندفي بيوجع لكم راسكم كوكب المريخ من البيت السادس فعملوا حسابات انه هذا يوم متعب لكن نصيحة لازم تعرفوا انه الثالثة والاربعة كمان رح بيكونوا متعبين ويمكن متعبين شوي اكتر فما تتركوا اي مسألة معقدة جدا للثالثة ولا للاربعة القوس بيناسبكم هذا اليوم لانه يوم جيد جدا مقارنة مع بقية الايام كل ما يكون في عنا امر في برج ناري لازم تستفيدوا منه فاليوم في عندكم مش بس الامر في عندكم كوكب المريخ يوم جيد جدا القوة اللي عندكم ياها ممتازة وطبعا في عنا مثلث لالكن من عطارد والامور ماشي بطريقة جيدة جدا الانشط الاكثر حظا نسبيا فيها تكون 12-12 ديسمبر ما يكمل مع برج الجدية الامور العقلية الشخصية بتدخل على الخط بتسبب او بتحاول تسبب شوية انزعاجات وتخلى علامات استفهام بالنسبة لتعاملكم مع الامور او مع بعض الاشخاص خاصة احبائكم بتكون طولوا بالكن لانه التلاتة والاربع يومين رائعين حلوين كتير فما تنزعون اليوم التانين بكلمة او بحركة او بنشاط غير مناسب ادلوا يوم سريع سريع الايقاع مفيد انا بعتبر كل حركة بتصير يوم الاثنين رح بتكون جيدة وقوية وبمثابة انطلاقة حلوة بتوضح الكثير من النقاط يالي بدو يتحرك يروح ويجي يسافر يقوم باتصالات او يشتغل على مسائل صعبة فيكن تشتغلوا اليوم بيضلوا اريح من التلاتة والاربع منكمل مع برش الحوت يوم جيد جدا الامر برش الحمل ممتاز بيعطيكن قوة قوة نفسية قوة الثقة بالنفس هذه النقطة انتو بيقامسل حاجة لالا لحتى اي مواعيد ان تكونيها التلاتة والاربع تطلع ناشحة ومميزة اذا اليوم انهار جيد استفيدوا من الطاقات الموجودة وانتبهوا على بعض المصاريف وبعض الكرم منكم الزائد يمكن يكون فعلا زائد نختم مع مولود الستة ايار مايو يلي بنتظاره سنة جيدة مميزة لكن سنة بنشغل فيها على الذات على الحال على وضعكن الاجتماعي المهني الدراسي تقوية مهارات بيكون افضل واي مسائل تعتبروا انه عم بتأثر عليكم بطريقة سلبية او اثرت عليكم بسنة اللي مرأت هايدي السنة رح تبلشوا تاخدوا موبادارات وقرارات كتير كبيرة يمكن تفاجئ البعض بدي اتمنى الجميع يوم سعيد الى اللقاء باي باي